المحاضرة الختمية بميعاد محدد لتسليم هذه القاعة فبعد انتهاء المحاضرة بإذن الله سنسلم أنا وأستاذنا الدكتور بشار عواد معروف الشهادات والإجازات بإذن الله تعالى ولمن كان له سؤال أن يحفظه حتى مجيء دكتور بشار مرة أخرى بإذن الله تعالى بعد أشهر قليلا نتمنى أن يتفضل علينا ويكون ضيفا قليلا كريما علينا مرة أخرى في القريب العاجل بإذن الله تعالى شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين هذه هي المحاضرة الأخيرة التي بها ينتهي التحقيق وهو تكشيف النص الآليات والنوع ما هي آليات التكشيف وما هو الأنواع التي ينبغي أن تكشف بها معنى أيها الإخوان تكشيف النص هو عمل ما يسمى بالفهارس وكشف لمحتويات النص وعرض لأبرز محتوياته في ترتيب يسر الإفادة منهم من فوائد الكشافات غير المنظورة إخواني هو ضبط النص كيف يكون ذلك؟ يعني وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى ضبط النص مثلا نأخذ اسم الشخص المكرر أو الموضع أو أي معلومة أخرى مندرجة في الكشافات حديث متن حديث إلى آخره رواية لما تتكرر قد تأتي بصياغ مختلفة عندك فانت عندئذ تتنبه إلى أن هذا ربما كان فيه خطأ يأتي هنا مثلا خلد نفترز هنا يأتي رزين ويأتي هناك جرين مثال فأنت تتنبه إلى هذه المسألة فتصلح ما تراه مناسبا فهذه الفهارس تدلك على اتساق المعلومة من أول الكتاب إلى آخره سواء كان اختلاف في اللطف في اسم الشخص في موضع إلى آخره في قضية الضبط في الحركة يعني أنت تضبط مثلا ريه لو لا ريه مثلا أو ريه أو يعني شيء من القبيل كما هو معروف الآليات المستعملة في تكشيف النص وقواعده يتعين أيها الإخوة على المحقق عند بدء عمل الكشافات أن يحدد أنواع الكشافات التي يراها ضرورية ومفيدة لتكشيف النص وتوضيحه وماذا إفادة الباحثين والدارسين منه كل نص من النصوص له آلياته الخاصة تتسق وطبيعة موضوعه ونوعية المستفيدين منه فلا يمكن على الإطلاق وضع أنواع ثابتة من الكشافات لجميع النصوص نظرا لاختلاف مضامينها وطبيعة المادة المحتوات ونوعية المستفيدين منها في تجربتي الخاصة أن أفضل طريقة لعمل أي كشاف هو استعمال الجزازات الجزازات الأوراق الصغيرة أن تكتب فيها ما تريد تكشيفه يدون المحقق ما يريد فهرسته على جزازة مستقلة يذكر فيها المجلد والصفحة أو الرقم حسب ما هو مستعمل في النص من المحققين من يجمهر أنواع الكشافات في كشاف واحد محتوى على جميع ما يراد تكشيفه وهي طريقة استعملها بعض المشتقين والعرم سوي إندكس أو الفهرس العام ويذكر به الأسماء وأسماء المواضع وأسماء الأشخاص وأسماء الكتب وأسماء متون الأحاديث وإلى آخره في موضع واحد وهذا في حقيقته متعب يعني كثيرا وقليل الفائدة أما أكثر صانع الكشافات فيجعلون كل كشاف على حدة كشاف للموضوعات آخر لأطراف الحديث ثالث للأعلام رابع للمواضع والبلدان وكثير من الأشياء التي سنأتي على ذكرها فهذا أكثر فائدة الآن هل يقوم صانع الكشافات بتدوينها على الجذاذات مرة واحدة أم يعمل كل كشاف على حدة يعني التجربة في عمل الكشافات تبين أن الكشافات التي إن كانت قليلة العدد فلا بأس أن يقوم صانع الكشافات بتدوين كل نوع في جذاذة مستقلة ثم يضع جذاذات كل كشاف على حدة على أن أكثر النصوص الكبيرة ذوات الموضوعات المتنوعة تحتاج إلى كشافات متنوعة متعددة ربما تبلغ العشرة أو تزيد فأرى عندئذ من المستحسن عمل كل كشافين أو ثلاثة مرة واحدة دفعا للوهم والإرباك بين كشاف وآخر فضلا عن أن صانع الكشافات سوف يكون أكثر تركيزاً وهو يسلك هذه الطريقة إذ ينصب انتباه على نوعين أو ثلاثة من الكشافات وفي هذه الطريقة فائدة أخرى غير منظورة ذلك أن المحقق أو صانع الكشافات سيقرأ النص أكثر من مرة وقراءة النص أكثر من مرة ستؤدي به إلى اكتشاف بعض الأخطاء الواقعة في النص طباعية أو في غير ذلك مما يكثر صواب النص ويقل غلطه ورحم الله أن كثر صوابه وقل خطأه والمتعارف عليه أن يرتب كل كشاف على حروف المعجم المشرقية ويراعى في ذلك الحرف الأول والثاني والثالث وهلوم جراً إلى أن يحصل الاختلاف بين مادة وأخرى كما أن المتعارف أيضاً إهمال التعريف عادة عند عمل الكشافات ويرتب على ما بعدها ومنهم من يهمي الإبن وأبو وبنت عندما جئها في أول الأسماء مثل ابن الدبيثي ابن النجار ابن المديني فيضع الأول في حرف الدال ويضع الثاني في حرف النون والثالث في حرف الميم وهلوم جراً ومنهم من يجمع الأبناء الإبن أو الآباء في حرف الألف حسب ترتيبها من الترتيب المعجم كل شيء يمكن أن يصطلح عنه ويذكر في مقدمة عمل الكشافات بأنني تركت الإبن تركت الأبو تركت كذا إلى آخره أو وضعتها أما الشعر فما هو معروف فيرتب على حروف المعجم استداداً إلى قواثيه ومنهم من يراعي تقديم المرفوع ثم المنصوب ثم المجرور للحرف الواحد ومنهم من يلتزم ترتيب الحرف الواحد حسب البحور الشعرية ومنهم من يذكر البيت الأول من القصيدة ومنهم من يلتزم بذكر اللفظة الأخيرة من البيت الأول من القصيدة وهو الأولى ويستحسن ذكر جدول بما يأتي القافية البحر الشاعر المجلد والصفحة يعني هذه القاعدة التي نسير عليها أما ترتيب الآيات القرآنية فيمكن ترتيبها على أنحاء شتى من الترتيب يمكن ترتيبها على حروف المعجم استناداً إلى أول حرف فيها يمكن ترتيبها حسب ورودها في المصحف يمكن ترتيبها على وفق المادة التي استشهد بها إن كان النص من هذا النوع يمكن ترتيبها استناداً إلى ورودها في النص يعني كما وردت في النص في كل الأحوال صانع الكشاف أو الكشافات ملزم بتبيان الطريقة التي انتهجها في ترتيب الكشافات إما في أول كشاف أو في مقدمة وجيزة تسبق جميع الكشافات وهو المستحسن في مثل هذا يبين الإنسان كل الطريقة التي سار عليها في عمل هذه الكشافات على أن بعض أيها الإخوة بعض صانعي الكشافات قد يذكرون اسم العلم أو الموضع أو الكتاب بصيغ مختلفة كما ورد في النص فيتعدد العلم أو الموضع أو اسم الكتاب مثلا في الكشافات بصيغة مختلفة يعني هو لا يوحد العلم وإنما يذكره كيفما جاء في النص وهذه مسألة خطيرة لا تعني شيئا يعني لا تفيد القارئ لأنها ستذكر الإنسان وكأنه هو أربعة أو خمسة أو ستة أشكال مع أنه يذكر في صيغ مختلفة فالواجب على عامل الكشاف أن يوحد هذه الصيغ وهو عمل غير علمي كما قلنا بل ينفي قيمة الكشاف أو يقلل من فائدتها للمستفيد فعلى صانع الكشافات أن يكون عالما بما يصنع فهي ليست عملية آلية كما يظن البعض فيعهد بها إلى قليل المعرفة فيقع منه المحذور التي تعين تجنبه وأنا أرى في كثير من الكشافات التي يعملها التلاميذ أو يعملها غير المختصين يحط الكشاف ما هي الأسماء التي وردت في المتن يرتبها كيف ما جاءت بورودها فهو أرى مرثة ما يكتب مثلا مثلا يذكر مرات قال أبو بكر الخطيب وقال علي بن ثابت وقال أحمد بن علي بن ثابت وقال فلان وقال فلان وقال الخطيب مر يذكر الخطيب مر يذكر أبو بكر الخطيب يذكره في الأول وهل ما جر هذا لا قيمة له في الحقيقة ينبغي أن يعرف ما هو الإسم الكامل لهذا وقد تعمل له إحالات بهذه المعاني يعني يذكر مثلا إذا ما يجتي أبو بكر الخطيب يقول له يعني ارجع إلى أحمد بن علي بن ثابت ارجع إلى كذا يذكره في الإسم المعروف وقد يذكر كما قلنا فهذا كله إن بعض المؤلفين كما نعرف يولع بتدليس الشيوخ تدليس الشيوخ المقصود به أن تدلس الشيخ أو تدلس الإسم بمعنى أن تذكره بما لا يعرف به بما لا يعرف كالمعتاد به بما لا يعرف به أو أنطيكم أنا أمثلة وإن كان البعض الأخوة يخالفنا في ذلك لكن لا بأس نذكر بعض الأمثلة لا حسراً أن الخطيب البغدادي كان يذكر شيوخه بصيغ مختلفة وربما تخفى على كثير من العارفين بفن التراجم وقد عد بعضهم هذا منه تدليساً قال رفيقه وتلميذه الأمير بن ماكولا وشيخنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور العتيقي وكان الخطيب ربما دلسه وروا عنه وهو في الحياة يقول أخبرني أحمد بن أبي جعفر القطيع بسكناه في قطيعة أم عيسى هل تشوفونه هو شاسمه هذا هو شاسمه أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور العتيقي هو شي يقول عليه أخبرني أحمد بن أبي جعفر القطيعي كيف تعرفه أن هذا هو نفسه هذا تدليس واضح ونقل كلامه هذا السمعاني في القطيع من الأنساب فهذا إضافة إليه هذا بماكولا وهذا السمعاني وبعد ذلك جاءهم صاحبنا ابن الصلاح فقال ذلك أشار الخطيب في كتابه الكفاية إلى هذا النوع من التدليس فقال أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا فغير اسمه أو كنيته أو نسبه نقرأ النص جيدا فغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لألا يعرف لألا يعرف والعلة في فعله ذلك كون شيخه غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو يكون متأخر الوفاة قد شارق الراوي عنه جماعة دونه في السماع منه أو يكون أصغر من الراوي عنه سنا أو تكون أحاديث التي عنده عنه كثيرا هذا هو الذي حدث عند نفسه هو الخطيب الذي انتقد هذا الشيء ووقع فيه أو تكون أحاديثه عنه كثيرا فلا يحب تكرار الرواية فيغير حاله لبعض هذه الأمور ثم قال وفي الجملة فإن كل من روى عن شيخ شيئا سمعه منه وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره فخفي ذلك عن سامعه لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع لكون الذي حدث عنه في حاله ثابت الجهالة معدوم العدالة ومن كان هذا صفته فحديثه صاقط والعمل به غير لازم هذا هو كلامه وهو نفسه يطبقه في كتبه على أن العلماء نقلوا عن الخطيب خلاف ذلك في مثل هذا التدليل فقال ابن الصلاح وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر فقد كان لهجا به في تصانيفه لهجا به يعني كثير الذكر له في تصانيفه وهذا الذي أشار إليه ابن الصلاح صحيح في صنيع الخطيب على أنه أكثر ما يدلس عن متأخري الوفاة أو عمن أكثر عنهم فلا يحب تكرار الرواية بصيغة الاسم نفسها وهو صنيع فيه كثير من المخاطر فقد أتعبنا عند قيامنا بعمل فهرس لشيوخ الخطيب ولربما فاتنا الشيء لشدة التدليل فقد يذكر شيخه باسمه أو بكنيته أو بابن فلان ينسبه إلى أبيه أو جده أو يغير نسبته من حين إلى حين حينما تكون له نسبا متعددة ونحو ذلك ما سنوضح في الأمثلة الآتية نأخذ شيخه الحسن بن غالب بن علي أبي علي المقرئ المعروف بابن المبارك وهو أحد الكذابين معروفين هذا هذا واحد كذاب وسماه في رواية رواها عنه الحسن بن غالب الحربي يلا سعى العرفة هذا الحسن بن غالب الحربي الحسن بن غالب الحربي هو الحسن بن غالب بن علي بن أبي علي المقرئ المعروف بابن المبارك نعم نسبه حربيا مع أنه لم يذكر شيئا من ذلك في ترجمته لم ينسبه في ترجمته حربيا على الإطلاق وترجم لشيخه عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر بن بكران أبي القاسم الخياط من أهل باب الأزج فسماه في روايات له عبد العزيز بن علي الطحان عبد العزيز سماه بن علي الطحان ولم يذكر هذه النسبة في ترجمته ولعله كان طحانا فأهل باب الأزج معروفون بهذه المهنة أنا قلت يعني كما يستدل من مادة الأزج في أنساب السمعان لكن أحدا من من ترجم لهذا الرجل لم ينسبه طحانا على الإطلاق هو الذي وحيد الذي ينسبه طحانا أما شيخ أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهر الصيرفي فقد أكثر عنه جدا فذكره بصياغ مختلفة فتارة يذكره بنسبته الأزهري وتارة بكنيته ونسبته الأزهري وأخرى يقول فيه عبيد الله بن أحمد الصيرفي وتارة رابعة يسميه عبيد الله بن أبي الفتح عبيد الله بن أبي الفتح من يعرفه الله أعلم وترجم لشيخه المشهور أبي الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سالم الأزرق القطان المدوثي الأصل وهو ممن أكثر عنهم جدا فكان يقلبه على أوجه متعددة عند الرواية عنهم منها محمد بن الحسين بن الفضل القطان أبو الحسين بن الفضل القطان ابن الفضل القطان ابن الفضل فقط محمد بن الحسين بن محمد المتوثي محمد بن الحسين الأزرق محمد بن الحسين بن محمد الأزرق محمد بن أبي القاسم فقط هذه طبعا كلها أشياء أما صديقه وشيخه محمد بن علي بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الصوري والذي تهم بأنه أخذ علم من الصوري هذا فعلى الرغم من أنه ذكره بنسبته المعروف الصوري أو بكنيته ونسبته أبو عبدالله الصوري فإنه ذكره عند الرواية عنه في مواضع كثيرة باسم محمد بن أبي الحسن وهذا محمد بن أبي الحسن لا يعرف أحد بأنه هو الصوري ومحمد بن أبي الحسن الساحلي لأن صور وين صار على الساحل ومحمد بن عبدالي الصلحي نعم وترجم الخطيب لشيخه الذي أكثر عنه أبي القاسم علي بن المحسن ابن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي فذكره عند الرواية عنه بنسبته أو بكنيته ونسبته كما سماه علي بن المحسن القاضي وعلي بن أبي علي المعدل وعلي بن أبي علي البصري أما شيخه أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس المعروف ببن دومة النعالي فهو متكلم فيه سماه في كثير من الروايات الحسن بن أبي القاسم فقط وسكت عن ذلك وتعالى يعرف أن هذا الحسن بن أبي القاسم هو الحسن بن الحسين بن العباس المعروف ببن دومة النعالي هذا الاختلاف الكثير في ذكر اسم العلم الواحد قد جعلنا حينما عملنا كشافا لشيوخ الخطيب كأننا نسير في حقل مليء بالألغام والأشواك إذ كان لابد لنا من ذكر العلم بصيغة مواحدة نعم وعمل الإحالات اللازمة لكل صيغة من هذه الصيغة وهو عمل شاق يحتاج إلى خبرة ودربة كبيرة لا تتحصل لكل أحد من الناس ومثل ذلك أسماء الكتب الواردة في النص ولا سيما في الموسوعات الكبرى فإن المؤلفين أيها الإخوة كانوا يتجوزون في ذكر الموارد دائما نعم بصيغ مختلفة أو بغير أسمائها فالذهبي مثلا يقول ذكره ابن خلكان في تاريخه مثلا ويريد وفيات الأعيان ويقول قال ابن النجار في تاريخه ويريد التاريخ المجدد لمدينة السلام وقد يستعمل لفظة الذيل للدلال عليه باعتبار قد ذيل على تاريخ الخطيب البغدادي ومنه قوله قال ابن الدبيث في تاريخه ويريد به ذيل تاريخ مجدد السلام وهل أم جرة إن هذا الاختلاف في ذكر أسماء الكتب ينبغي أن لا يصرف صانع الكشاف الخاص بأسماء الكتب الواردة فيلمة عن معرفة أسمائها الصحيحة وذكرها في اسم واحد وعمل الإحالات الدالة على مثل هذا الاختلاف فيكتب مثلا تاريخ ابن خلكان يساوي شنو؟ وفيات الأعيان يعني أنظر وفيات الأعيان ويحط عند وفيات الأعيان الترجمة ومثل هذا الاختلاف في ذكر أسماء الكتب موجود عند المؤلفين والمحققين المعاصرين مما سبب لبعض قليل المعرفة من المحققين عد الكتاب الواحد مجموعة كتب ويظنها مجموعة كتب عند ذكر مصادر تخريج بعض التراجم من الطرايف التي سأذكركم إياها الآن أنه كثير من ذول المحققين يحبون يذكرون مصادر هواية للترجمة الواحدة فهو يلهف منا ويلهف منا ويلهف منا مرات حتى المحققين يتجوزون في ذكر المصادر مرات نقول ذكره ابن النجار في تاريخه مرات نقول ذكره ابن النجار في التاريخ المجدد شيخنا مصطفى جواد مثلا يقول ذكره ابن الدبيسي في مختصره مثلا يعني هو مختصر الذهبي فهذا شيء يظن الذي يلهف من هنا ويلهف من بشار ويلهف من ابن طوجوات ويلهف من هنا يظن أنه هذا كتب متنوعة هي كتاب واحد في الحقيقة كل واحد يشير إليه باسم مختلف نعم جاء في المجلد خمسمية واحد خمسمية وعشرين من تاريخ الإسلام بتحقيق صديقنا الأخ الدكتور عمر عبد السلام تدمري لتاريخ الإسلام أسماء ثلاثة مصادر هي السياق والمنتخب من السياق وذيل تاريخ نيسابور يعني يقول ذكره في السياق حط صفحة والمنتخب من السياق حط صفحة وذيل تاريخ نيسابور وحط صفحة هي الثلاثة اسم لكتاب واحد طبعا كما هو معروف يعني لأنه في الحقيقة هذا ذيل تاريخ نيسابور هذه الثلاثة كلها لإسم واحد والمنتخب من السياق لعبد الغافر الفارسي حيث أن كتاب السياق الأصل لم يصل إلينا وذيل تاريخ نيسابور هو السياق فلا وجود له ومن ذلك فأيضا عده لتاريخ ابن النجار كتابين فقد ذكره في مجلد خمسمية وواحد وعشرين خمسمية واربعين صفحة ميتين وثمانية واربعين باسم ذيل تاريخ بغداد ابن النجار وأحال الطبع الهندية ثم بعد ذلك بصفحتين صفحة ميتين وستة وثمانية قال التاريخ المجدد لمدينة السلام وهما واحد طبعا ومثل هذا يقع حتى في أسماء المواضع إذ ربما كان اسم الموضع يتكرر في أماكن مختلفة من العالم الإسلامي قد نأخذ مثال على ذلك الرصافة الرصافة مثلا اسم لمواضع كثيرة منها رصافة أبي العباس فنهى أبو العباس السفاح إلى جانب الأنبار وسكنها أول ما قامت الدولة العباسية تخذوا الرصافة قريبة من الأنبار ومنها رصافة البصرة مدينة صغيرة قربها ومنها رصافة الحجال ومنها رصافة بغداد بالجانب الشرقي معروفة إلى اليوم إلى يوم الناس هذا ومنها رصافة الشام وتعرف برصافة الشام ابن عبد الملك في غربي الرقة ومنها رصافة قرطبة أنشأها عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام بقرطبة ومنها رصافة الكوفة أحدثها المنصور العباسي ومنها رصافة نيسابور وهي ضيعة بها ومنها رصافة واسط فهذا 12 موضع لإسم يسمى الرصافة فأنت من غير المعقول أن تكتب الرصافة وتسكن وهذا مثل واحد له عشرات نظائر يتعين عند ذكر مثل هذه المواضع أن يلحق بها ما يميزها عن غيرها عند عمل الكشافات فلا يقال مثلا الرصافة حسب وقد ألف ياقوت الحمو كتابا كاملا في المواضع المتفقة لفظا المختلفة سقعا وهو عظيم الفائدة معروف هذا الكتاب ومثله أيضا عند ذكر كشاف أطراف الأحاديث المرفوعة إذ يتعين ذكر راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتميز الحديث المذكور عن عدد من الصحابة بألفاظ متفقة في طرفه الأول الذي سينتظمه الكشاف الخاق فمن ذلك مثلا احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم مثال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فهو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ومن حديث ابن عباس فيتعين عند ذكره مثلا أن يذكر مرتين مرة من حديث جابر ومرة أخرى من حديث ابن عباس ومنه حديث أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة الساقي فهو من حديث البراء بن عازم ويأتي من رواية حذيفة بن اليمان ومنه مثلا حديث أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إذ يروى من حديث أنس بن مالك تارة ومن حديث بن عمر تارة أخرى ومن حديث عبد الله بن مسعود تارة ثالثة باللفظ نفسه فيتعين عند عمل الكشاف أن يعد ثلاثة أحاديث نعم إن جاءت مجتمعة في كتاب واحد كما فعلنا في كشاف كتابنا الوسيع المسند المصنف المعلل ومثل هذا كثير قد يأتي الحديث الواحد مثلا نعمة لإدام الخل يأتي من 12 مكان عن 12 صحابي أو من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار يأتي من كذا صحابي فيعاد عند أذ يقول من كذب علي يحط كذا أنا سبب مالك من كذب علي كذا يوضع له اسم الصحابي نعم ويلاحظ في المدة الأخيرة استعمال الحسابات الكمبيوترات يعني في عمل بعض الكشافات وهي عملية تحتاج إلى خبرة كبيرة ودقة متناهية وانتباه شديد ونظرا للمشاكل التي ذكرت بعضها فيما تقدم حقيقة فلا ينبغي أن يعني يسهل فيها يتساهل فيها فيبقى العمل اليدوي لا شك في عمل الكشافات هو الأسلم في الوقت الحاضر حتى تتطور أعمال الحسابات بشكل أوسع في هذا المضمار إذ يحتاج الأمر عمل برامج أكثر تطورا في هذا المجال ومع ذلك فيستطيع صانع الكشافات الإفادة من الحسابات في تدقيق عمله حيث يمكن تلقين الحسابة الصيغ المتنوعة للعلم أو غيره ومتابعة المواضع المذكورة فيه بسهولة ويسر نحن اليوم الكمبيوترات حقيقة يعني نفعتنا منافع كبيرة أنا في بعض الأحيان يأتي مثلا هل أضبط يهدي لو يهدي مثلا يهدي في قضية الهدي يعني في العمر أو في الحاج أو في قضية الخطأ يعني الذي يقع فيه الحاج أو المعتمر أو ما إلى ذلك فمرات نخطئ في الضبط أو يقع الخطأ في الضبط فنكتب لها للبنت المنضدة يقولها تبعينا يهدي يسويها كلها يهدي مثلا فطلحها بالكمبيوتر حط يهدي طلحها بالكمبيوتر كلها هذا يريح لك الأمور أو ضبط اسم من الأسماء مثلا يعني أنت ضبطته بشكل ثم تبين لك أن الضبط الذي ضبطته كان خطأا وضبطته على الضواب فيه بعد ذلك فيه مجلدين أو ثلاثة أو مجلد فتقول لهم للمنضدة تقولها بجعلي على الكمبيوتر دقيق لهذا الاسم مرت اللخ كيف ضبطه واضبطه بهذا الضبط الجيد هذه طبعا عظمة الفوائد الكمبيوتر الآن بينما أنواع الكشافات والفهارس حقيقة بيانت فيما تقدم أيها الإخوة أن كل نص يحتمل أنواعا متعجدة من الكشافات تتفق وطبيعة النص الذي تحققه فقد صنع مفهرسو كتاب البداية والنهاية مثلا الذي طبعته دارب كثير وراجعته أنا ورحمة الله عليه الشيخ عبد القادر بن أعوط وحققه مجموعة من المحققين صنعوا له سبعة عشر كشافة سبعة عشر كشافة هي الآيات الكريمة الأحاديث القولية الأحاديث الفعلية والآثار الأعلام الموضوعات الشمائل والتاريخ مصادر من كثير الكتب المذكورة في الكتاب مشايخ من كثير الأقوال والخطب والرسائل والوصايا والتوقيعات الأماكن والبلدان والمواضع الحيوان والنبات الشروح اللغوية وشروح الغريبين القوافي والأشعار الأمثال والحكم العربية الأساليب العربية الفوائد فهرس الفهارس يعني كل هذه ممكن تسمعي فهرس يعجبك يعني وكان يمكن أن يضاف إليها كشافان مهمان لم يذكراه وهم الكشاف الحضاري وكشاف المصادر والمراجع المستعملة في التحقيق حين حققت كتاب التكملة لوفاة النقلة للحافظ زكي الدين المنذري سنة 1965 يعني قبل 51 عاما نعم وجدت المنذري يعنى عناية بالغة في تقييد الكثير من الأسماء والمواضع بالحروف فصنعت كشافا بالألفاظ التي قيدها لتضاف إلى كتب المشتبه يعني هو كان يضبط في آخر الترجمة بعض الأسماء المشتبهة يضبطها بالحروف فأنا صنعت كشافا على حروف المعجم بالمواضع التي أو الأسماء التي ضبطها وعملت الصنيع نفسه في تحقيق لكتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي إذ كان من المعنيين بتقييد الأسماء والكنى والأنساب بالحروف وحينما عنيت بتحقيق موسوعة سلسلة التراجم الأندلسية التي صدر منها إلى الآن الثلاثة وعشرين مجلدا عنيت إلى جانب كثير من الكشافات المصنوعة لها باختراع كشاف المهم ذكرت فيه العلماء المنسوبين إلى كل مدينة من مدنها تهيئة للدارسين وتيسيرا لمن يريد كتابة الحركة الفكرية في أي سقع من أثقاعها يعني مثلا ذكرت بلانسيا من نسب إليها من العلماء قرطبة من نسب إليها من العلماء غرناطة من نسب إليها من العلماء لشبونا من نسب إليها من العلماء أهل مجرى أي؟ ولما حققت الكتاب المسمى بالحوادث الجامعة بالحوادث المجهول المؤلف لاحظت ضرورة عمل فهرس حضاري يشمل الأقوام والملل والوظائف والأطعمة والملابس والضرائب وطبقات المجتمع والمصطلحات ونحوها نظرا لكثرة دورانها في هذا الكتاب وعظيم أهميتها في المدة التي تناولها الكتاب فإذن أيها الإخوة عمل الفهارس شيء يخترعه الإنسان بموجب الحاجة التي يراها مناسبة لأي كتاب من الكتب وينظم ذلك على حروف المعجم بعد أن يذكر في أول الطريقة التي سار عليها في صنع هذه الكشافات وطريقة ترتيبها ليسر على المستفيد من الكتاب الإطلاع عليه والإفادة منه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونطلب من الأخ الدكتور متح جزاه الله خيرا أن يبدأ بمراسم ما أعتقد هذا يحتاج إلى أسئلة وإلى آخرية بالكشافات معروفة يعني كلكم يعني قد صنع كشافا إن شاء الله وتصنعون كشافات بما حدثنا شيخنا حبيب الرحمن الأعظم الهندي رحمة الله عليه وأول حديث سمعته منه وحدثنا شيخنا محمد مالك الكاندهلوي بمدينة لاهور وهو أول حديث سمعته منه وبمعيتي الشيخ عبد الفتاح أبو غدى رحمة الله عليه وحدثنا شيخنا محمد بديع الدين شاه الراشد المكي رحمه الله تعالى وهو أول حديث سمعته منه بسندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأنا أجيزكم برواية هذا الحديث عني بما رويته عن مشايخ النبلاء يزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر